نشوف طاقتك أول شي لهاي الفترة كيف عاملة على شو عم بتركز واو رح يكون في عندك سعادة عاطفية كبيرة في كاس حب كبير رح يتقدم لك إن كان من شخص قديم أو بالنسبة للأشخاص اللي العزاب كمان في حتى اللي عندهم حبيب قديم في كاس جديد حب رح يتقدم لك من شخص جديد يمكن يكون معجب له فترة فعم بشوفه كتير مهتم فيك كتير عم برقبك شايفيتك عم تعطيه فرصة هاي الفترة طاقتك عم بتكون مركزة عليه أو عم بتفكر فيه اكتر شي خلينا نشوف ازا الفترة هاي شو مخبيت لنا لبرج العقرب برج العقرب كمان تعبوا الفترة الأخيرة وعانوا من خذلان معين تعبهم شخص فيه شخص مبين بالورق كتير تعبكم كتير كان ملعب كتير كان آآ آسي بقراراته بي عم بشوف هذا الشخص عم بيلعب بالثلاث ورقات يعني بالفترة الماضية عم بيكون آآ عم بيلعب على اكتر من خط عم بيكون يمكن عنده علاقة ثالثة او موضيع تانية كان داخل يمكن على على طمع معين شايفيته ما كان صافي بالماضي ولكن آآ بعديها صار في حب عم بشوف هلأ آآ هذا الشخص عم بيرائبك عم بيكون عنده مشاعر قوية جدا ناحيتك ولكن هو خايف آآ منك آآ زي اكنه خلينا نقول آآ هذا الكرت اجا فوق هذا الكرت خايف منك من قرارك من رفضك من آآ انت بآ خلاص صور تحذر منه انت صور تعارفه صور تعارف كيف بيفكر آآ كشفته زي ما بيقوله فآآ آآ عم بيكون شوي خايف منك عم بتطلع من بعيد آآ عم بيرائب الامور لما تهدى شوي كزا عم بيحاول انه آآ يرجع او يرجع الامور آآ زي ما كانت او يطور الامور العاطفية اللي بينك وبينه ممكن يكون هذا الموضوع مش آآ عاطفي ممكن يكون عملي لانها قراءة عامة واذا كانت عاطفية ممكن تكون عكسية انت بتعرفو حبايبي فآآ آآ هذا الشخص عم بيكون كتير بيرائبك من البعيد آآ شاكك انه عندك يمكن آآ حياتك آآ مبسوط كزا آآ ولكن انا بشوفك يعني بشوفك عم تستناه كمان عم تحبه نفس الحب آآ شايف فيه نوع من الكارما او الججمنت رح يصير آآ بناتكم آآ في عدالة موضوع يعني فيه موضوع معين آآ وكأنه هو رح يخسر امور معينة رح يخسر آآ اشخاص آآ اموال يمكن صراعات عم بتكون آآ حوالي هذا النوع من الججمنت اللي ممكن انه يصير رح يكتشف انه انت الخب الوحيد يعني اللي بحياته ممكن كمان هذا الكارت يكون مشروع جديد آآ فكرة جديدة ممكن تتبلور آآ على الصعيد العملي ممكن تكون فرصة عمل جديدة آآ شايفة كمان آآ للناس اللي عم يدرسوا او آآ عم يستنوا منحا او عم يستنوا نتيجة معينة عم بتكون مبهرة آآ الاخبار عم آآ توصلهم وعم يفرحوا فيها كتير في اخبار آآ جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب آآ على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص آآ يعني من بعد ما كان آآ عم يخفي شغلات من بعد ما كان آآ ملعب في عنده اطراف في عنده شغلات آآ بعد الججمنت او بعد الكارما اللي رح تصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك آآ حب آآ مشاعر جديدة آآ وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته وانت الوحيد اللي يعني اعطيته يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هادا الشخص آآ رح يلجأ لك بآآ موقف من المواقف آآ انت رح تكون شوي شايف حالك شوي آآ ماخد طرف او جنب آآ ولكن هادا الشخص رح يحتاجك آآ فعلا في موضوع من المواضيع آآ ان كانت معنوية او مادية او ايا كان الطاقات اللي عم تظهر عندي آآ برج السرطان كتير صار ظاهر هلأ آآ لحد تهلأ في الاسد آآ كمان الميزان انا بحس كمان هاد الكرت ميزان بشكل عام للطاقات آآ عم بتكون آآ نارية اكتر شي عم بتكون آآ آآ ترابية وعم بتكون كمان مائية هذا بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة اكتر شايفي في حياة عائلية خاصة للمتزوجين او للمطلقين في رجوع في آآ آآ رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية آآ في حياة سرية حلوة خاصة للمتزوجين او للمطلقين شايفي في علاقة ثلاثية او عائق في العلاقة عم تودع عم تحكي له باي باي لهذا العلاقة الثلاثية عم تنشي من من ضربكم بدون ما انتو يعني بدون ما انت آآ آآ تعمل شي بدون ما انت تنتقم بدون ما انت تعمل شي هي العلاقة الثالثة راح تروح آآ لحالها في سبيلها شايفيتك كتير آآ نجرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من الاسباب آآ هاي آآ شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد آآ قوتك عم تستعيد آآ نشاطك شايفيتك آآ راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين آآ لورا آآ آآ عم تحكم الامور عم آآ بتكون في آآ يعني الامور آآ في ايدك اكتر ما هي في الطرف بايد الطرف التاني آآ شايفة شايفة في فراشة حب آآ بناتكم متل مسجات آآ أمور اخبار عم توصل من طرف للتاني آآ الشريك شايفيته عم بي بيكون آآ يعني ماسك متل آآ خلينا نقول آآ وردة او شغلة لإلك مخبيها لوقت معين آآ فشايفيتها عم توصلك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط آآ شايفة في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي موثنتون آآ حسد على الآآ الآغلب آآ فحاول انك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الأمور آآ العاطفية او اي طاقة سلبية اخرى عادي يعني مش آآ مش شيء معين آآ شايفة في قوة رح تمتلكها في العلاقة ما رح تكون زي بالأديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول او تنقلب الآية والقوة تصير معاك اكتر ورح تحكم الامور بآآ باكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الآخر اكبر من حجمه خلاص رح تحجم الامور رح تحجم الاشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك آآ برج العقرب هاي الفترة عم بحجم الاشخاص اللي حوالي هون في امنية في زرعة انت زرعتها قديماً ويعني نسيت موضوعها خلاص يعني ما رح تتحقق وفعلاً رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله آآ ولكن زي اللي انت خلص يعني نفسك طلعت منها او اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق شوف ازا في تحذيرات معينة لبرج العقرب آآ في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل امورك ان كان في العمل او في العاطف اتنتين بزبط آآ هدولة متل الفيران شايف كيف اشكالهم ازا الصورة واضحة متل الفيران متل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنى بلا يعني مش صادقين آآ وبترجع على الجحر تبعها يعني بتتخبى فهي آآ بتكون خايفة منك آآ أو خايفة منكم آآ عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش آآ حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا آآ ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة آآ ما حدا شايفها آآ بتضلها بالجحر آآ تبعها طول الوقت آآ خايفة فيعني ما تخاف آآ شي بالعكس يعني ورقة حلوة آآ بس انه يعني تكون حذر من هدول الاشخاص ما تطلع اسرارك آآ تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بطاقتك ولا حتى بافعالك بيقول لك في اجابة لسؤال معين في سؤال في بالك وانا للنصيحة اسأل هلا السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال تضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقول لك اه اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل الترك مثل اللعبة يعني طلعت لك فاحلو فما بعرف انت على شو سألت يعني الله عالم ازا شغلة سلبية يعني شغلة ما بتفرح ازا طلع الجواب نعم وازا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو بقول لك هفا يعني خلص بكفي نكذ بكفي مشاعر سلبية بكفي اه تاخد يمكن انت من الاشخاص كمان اللي بيشتغلوا اكتر ما هم بيهتموا بالامور التاني فبيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم هفا استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للاشخاص اللي حابسين حالهم اه ما عم يطلعوا وعم يكونوا شوي مكتئبين بيقول لك اتاكد هاي نصائح جاية من بيقول لك انت طلع لك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الانيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكمل شو عم بيقول لك بيقول لك بيقول لك انه انت تأكد وكون على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز الصعوبات او المشاكل او